أشهد أن لا إله إلا الله قل لله المشرق والمغرب يهدي الهداية في لغة العرب هي الدلالة هداه إلى الطريق إذا دله عليه وهداه إلى السبيل إلى أرشده إليه فالهداية هي الدلالة والهداية تكون عامة وتكون خاصة منها ما يكون في أمور ومصالح الدنيا ومنها ما يكون في مصالح الدين الله له هدايتان في خلقه الهداية الأولى في مصالح الدنيا والهداية الثانية في مصالح الدين أما الهداية في مصالح الدنيا فأشار إليها سبحانه وتعالى بقوله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا كل مخلوق من مخلوقات الله عز وجل هداه الله ودله وأرشده إلى مصالحه وكيف يعيش وكيف يأكل وكيف يشرب بل كيف يطلب مأكله ومشربه ولو كان حيوانا لا يستطع أن يتكلم تقف أمام هداية الله جل جلاله للمخلوقات فيحار عقلك من عظمة الله سبحانه وتعالى هداها ودلها كبيرها وصغيرها قويها وضعيفة تنظر إلى السباء العاتية وهي تهدى وتدل وتنظر إلى أفراخ الطير الصغيرة فتراها تهدى وتدل تخرج إلى البحار إلى المحيطات فترى العجب العجاب ثم تخرج إلى القفار والصحاري والبراري فترى العجب العجاب كل مهدي بهداية الله فهو يدل ويرشد والناس يقولون اكتشفوا ووجدوا وأصبحوا ووصلوا وفعلوا وقل أن يقولوا إن الله علم أو فهم أو أو أدل أو أرشد فكل هذا الذي تراه هداية من الله والناس يقادون إلى هذه الهداية المحفوفة برأفته ورحمته وهو أرحم الراحمين حتى إن الأم ترفع قدمها حتى لا تطأ صغيرها برحمة الله لأن الله رحمه وقذف في قلب أمه ذلك وإذا جاءت جاء الطير يضع تخرج أفراخه من البيض وجدت العجب العجاب حتى في نوم أمه حتى لا يطأ وينقلب عليه كل هذا من الهداية العامة ولذلك قال مجاهد في تفسير هذه الآية أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أي مصالحه في معيشته وهذه المصالح تنتظم كل شيء حتى في الأكل وطريقة الأكل من الذي علم؟ من يأكل كيف يأكل؟ من يأكل كيف يأكل؟ وكيف يختار في أكله؟ ذكر بعض الأطباء حينما تكلموا على الأعشاب الطبية هل هي شيء وجدوه علم موجود أم أنه علم بالاستقراء وينمو ويكثر بالدلالة؟ والواقع أنه ينمو ويكثر بالدلالة؟ قالوا إن رجلا جلس في حديقة وهذا في الغرب وقع وقصته مشهورة فإذا به يفاجأ بكلب مسعور الكلب المسعور أعاذا الله إياكم يفتك بأمه إذا كان مسعورا في حال هيجانه فهاج الكلب وكان في شدة هيجانه وسعره قال ففوجئ به ينطلق إلى جهة من الحديقة كان في حديقة على طرف الطريق فذهب إلى هذه الجهة وأدخل رأسه بين أعشاب موجودة فيها فأكل أو شم شيئا فسكن جميع ما به من الذي دله؟ من الذي ألهمه؟ الله جل جلال ولذلك حتى إن ابني آدم لما قتل أحدهم الآخر احتار ماذا يفعل؟ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه هذا من الدلالة ليريه بعث الله ليريه أي من أجل أن يريه فهذه هداية ودلالة كيف افتوار الجثث لو أن بني آدم لم يتدافن كيف يكون حال الأرض من هذه الجثث ورائحتها ونتنها وضررها لكن الله هدا فبعث الله غرابا يبحث في الأرض الغراب من أخص المخلوقات والقتل من أخص الجرائم لأنه قتل أخاه حسدا وحقدا فبعث الله له من يعلمه مجانسة بعث له غرابا يبحث في الأرض لييريه كيف يواري سوءة أخي ليعلم العبد أن هذا الكون ليس فيه شيء سدى وأن الله ما ضيع خلقه وأن كل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سبحانه وبحمده فألهم كل شيء ترى في الكون يأتون وينظرون إلى الطير وأفراخه وصغاره ويقولون هذا إذا وضعت فعلت كذا وكذا هذا شيء جميل أن يعلمه الإنسان لكن هل قالوا إن الله علم؟ هل قالوا إن الله هدى؟ والله غني عنهم وعما يمكرون فالله أغنى ما يكون عن خلقه لأنه حليم الرحيم وفعل هذا بحكمته وعلمه هذا النوع الأول الهداية العامة ولذلك المصالح للحيوانات والإنسان لا يمكن أن تكون إلا إذا حفظ الإنسان الطرق التي يتوصل بها إلى تحقيق هذه المصالح وهذا كله بتوفيق الله وحده لا شريك له